أحترامي لكم حتى رأيكم كلها في كرة القدم ترى المثاليات والأشياء وأنه يجب كذا وأنه يجب أني أستثمر وأنه يجب هذي مين موجودة في كرة القدم الآن الأندية اللي هي قدوتنا في أوروبا الأندية الكبيرة زي مثلا نشوف أنه النادي لما يكون باختلاف مع لاعبة أنه يكون يرفض انتقاله للنادي المنافس لو كانت الأسعار ضعاف وهذه موجودة هذه فيها ربحية كبيرة ويرفض المسألة مسألة التنافس بين الناديين وتنافس أنا أعتبره إيجابي بين النصر والهلال التنافس وأنا أقولها لك الآن لو جاء الشباب يطلب البلعب أطالي لكن بالنسبة للنصر لا لأنه فيه تنافس وفيه أزمات نفسية تصير بين الجماهير وفيه الأشياء لكن لما نأخذ الموضوع ونبعده إلى الاستثمار الهلال أساسا ما أخذ الملعب أنا اللي يعرف الهلال ما أخذ الاستثمار أخذه ليش؟ لقامة مبرايات والاستفادة منه ما أخذ الاستثمار هذا جانب الجانب الثاني أنه فيه التنافس اللي بين الفريقين يجعل الأمور حتى خلّه بعلمك خلّه بعلمك خلّه بعلمك شوف عشان نقول فيه استثمار أب كيف لكن لكن المنافس القريب لي اللي أنا شوفه الآن شوف اللي أنا قيمة وقدر تعرف الآن أخلمك خلّه الآن الآن أنت تتكلم أحب فيه هاشتاق إدارة هلال مطلب الرحيل نسمع أكلم الجمهور الآن الجمهور محق يطلّه وجهة نظرة خليّ كمّل شوف والله أخذ واحد تكلم لا أخذ الواحد تكلم تخلّوني أسكت لا لا قول القضية حلّنا نتكلم مثاليات ما عليش يا أبو خالد المثاليات هذه ما تجدها في كرة القدم لا في بين مانشسترين في مدينة مانشستر ولا في ريال مدريد وأتليتكو ولا الثاني ما تجدها التنافس موجود إلى درجة فيه فترة من الفترات من قمة التنافس وقمة إيش رضاء الجماهير بين الناديين نادي النصر طلّع شي اسمه حقه تنبارات شي اسمه تذكير تذكير تنبارات بدون شعار يش اللي هلال إلى درجة أنه كان زميل لنا في الشرق الأوسط ستطلعوا أشياء قال أنا ما في نادي قد تسوها في السعودية أبد ما قد نادي أنا هل تجي لما تجي تقول نادي النصر ليش تسوي كذلك من حقه أنا اللي يطبع التذاكر وأن اللي يسويها صح أو لا هل نادي الهلال رفع دعوة عليها وحاسبه هو المسوق هو حر هو حر طلع تذاكر طلع تذاكر وكانت مستمرة يطلع التذكير هي فيها الشعار النادي والشعار النادي المنافس مهم موجودة ساعد مبرات الهلال والنصر مبرات الهلال النصر لخيرة طلب الهلال تعجيلها رفض النصر كان الهلال هذا حق لما تجي تقول هل النصر احنا خلنا ناخذها بالمنطق وبالعقلانية وخلوا مقاييسنا دائما على الأشياء اللي نشوفها في أوروبا لأنهم قدوتنا في كرة القدم لما أرجع أقول لك التذاكر اللي تمت سابقا أنه شعار نادي الهلال أو شعار نادي النصر ولا يوجد شعار نادي الهلال فيها هل رفعت الهلال دعوة وأنه لا بد جماهيري بيشتل تذكر هذي كان نادي النصر اللي يسويها وكانت من ضغط داخلي من الجماهير أو 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 أنه عملية التفاعل مع جماهيرها أكثر أو اللي ترسيخ أنه التنافس أني أنا منافس أنه هذا منافسي ما أقبل في أي شيء وهو موجود لدى الهلال لدى النصر زي ما الهلال مثلا ما رشح النصر يستطيع في اللاذقية مثلا فهذا المصابيح أرسح حط ورقة بيضة قصدك كلا ممكن يعني نفس الحكاية مبرر هالشي هذا عندك أنت مش مبرر أنتك طبيعي يعني وعادي ما فيه شيء أنه مثلا أول مرة أصعب من الأورقة البيضة دي بعدما أتوه طلعت في الصحاب على كل على كل